موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نشرة الاخبار من قناة سهيل يقرأها على حضراتكم مختار الفقيه والبداية بأبرز العنوين موسيقى الحكومة توجه بالتحقيق في قضايا القتل خلال عيد الاضحاف عدن والمحافظات الاخرى موسيقى الاوقاف والارشاد تدعو الى مواجهة الخرافة الحوثية والافكار السلالية الباطلة موسيقى أستهل النشر بسم الله الرحمن الرحيم وجه وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان قطاع الامن والشرطة بسرعة التحقيق في قضايا القتل المرتكبة خلال عيد الاضحى في عدن وغيرها من المحافظات وقضت توجيهات وزير الداخلية بان يشرف وكيل قطاع الامن والشرطة اللواء الركن محمد مساعد الامير بنفسه على التحقيقات في تلك الجرائم في العاصمة المؤقتة عدن وسرعة القبض على العناصر التي ارتكبت تلك الجرائم وأكد الوزير حيدان في بيان نشره مركز الاعلام الامني تصميم وزارة الداخلية واجهزتها الامنية على ملاحقة العناصر الاجرامية التي تستهدف الارواح والامن والاستقرار وكشف الاشخاص الذين يقفون وراء تلك الاعمال الاجرامية الممنهجة وتقديمهم للعدالة ووجه وزير الداخلية الاجهزة الامنية برفع الجاهزية وتفعيل الحس الامني وتشديد اجراءات وانشطة منع حمل السلاح في المدن والمناطق بالمحافظات المحررة قالت لجنة تقص الحقائق في حادثة ميدان الشهداء بتعز ان النتائج الاولية للتحقيقات تظهر ان الحادثة عرضية وتصرف شخصي وذلك طابع جنائي بحث ولا تحمل اي ابعاد اخرى واضحت اللجنة ان نتائج التحقيق سوف تعلن للرأي العام فور استكمال اجراءات العمل جاء ذلك خلال لقاء اللجنة يوم امس برئاسة المحافظة المحافظ نبيل شمسان للوقوف على النتائج الاولية والتحقيقات في الحادثة وشدد شمسان على ضرورة اتخاذ قرارات حازمة بحق الجناء واكد حرص السلطة المحلية على ان تكون تعز نموذجية بمدنيتها وسلميتها كما عرفت وشار المحافظ الى ضرورة انفاذ القانون وحماية حقوق الانسان وتعزيز السلام والتعايش وتوفير مناخ الحرية والبيئة الامنة لكافة الانشطة والمشاريع المدنية والانسانية والحقوقية والتنموية التي تنفذها المؤسسات والهيئات الرسمية والمجتمعية المحلية والدولية الهادفة لتعافي المحافظات قال وزير الاعلام معمر الارياني ان المقبرة الجماعية في مدرية حرف سفيان بمحافظة عمران تكشف جانبا من المجازر والجرائم المروعة التي ارتكبتها ميليشيات الحوث الارهابية بحق المدنيين واوضح وزير الاعلامي ان ميليشيات الحوث اوغلت في دماء اليمنيين وارتبطت مسيرتها بالقتل والتدمير والتشريد والتهجير وأعمال السلب والنهب المنظم ولا زالت تمارس جرائمها وانتهاكاتها المروعة في ظل صمت دولي مستغرب وغير مبرر وطلب وزير الاعلام المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمات وهيئات حقوق الانسان بمغادرة مربع الصمت المخزي واعلان موقف واضح من جرائم الحرب والابادة التي ارتكبتها ميليشيات الحوث بحق اليمنيين وادراجها في قوائم الارهاب الدولية وملاحقة قياداتها وضمان عدم افلاتهم من العقاب تكشفت خلال الايام القليلة الماضية مجزرة ابادة جماعية جديدة نفذتها ميليشيات الحوثي في حق ستة عشر فردا من ابناء حرف سفيان بمحافظة عمران وكانت قد اختطفتهم قبل عقد ونيف وأخضعتهم للتعذيب والتغييب والتصفية عيد بطعم العلقم ولون الحداد في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران مع كشف الحوثيين عن مقبرة اثرية لضحايا الابادة الجماعية على ايد الميليشيا في العام الفين وعشرة لثلاثة عشر عاما اخفت الميليشيا اية معلومة عن مصير ستة عشر فردا من ابناء حرف سفيان معظمهم اطفال ومختطفون من مزارعهم ومنازلهم مع مطالبات اسر المختطفين ورحلة البحث الطويلة عنهم كشفت الميليشيا الحوثية عن مصيرهم وعن واحدة من ابشع مجازر الابادة البشرية في تاريخ الاعدامات الجماعية يعود تاريخ المجزرة الحوثية في كهف جبل المفلوق الى مايو الفين وعشرة وهو وقت مبكر في زمن جرائم الحرب الحوثية ومسيرة الكهف الدموية التي بلغت ذروتها مع اجتياح صنعاء عام الفين واربعة عشر واستلام الحوثيين اسلحة الدولة لمحاربة اليمنيين قياسا بكهف الابادة الجماعية في حرف سفيان وتاريخ الجريمة من المتوقع وجود عشرات المقابر الجماعية التي ارتكبتها الميليشيا الايرانية على طريق مسيرتها الدموية الى صنعاء وغزو المحافظات وطالب ناشطون حقوقيون بضرورة اجراء تحقيق دولي في مجزرة مقبرة الكهف وتقديم مرتكبيها الى مطرقة العدالة في محكمة الجناية الدولية ومع ضرورة الكشف عن مصير مئات المختطفين الذين لا تعلموا اسرهم شيئا عن مصيرهم رغم مرور سنوات على اخفاء الحوثيين لهم واية معلومة قد تكشف عن مصيرهم او تدل عليه قتل طفل واصيب خمسة اخرون في انفجار لغم زرعته ميليشيات الحوثي الارهابية في منطقة شوكان بمدرية ماوية جنوب مدينة تعز واكد مدير مدرية ماوية استشهاد الطفل عرفات عبدغالب واصابة خمسة اخرين بجروح مختلفة جراء انفجار لغم حوثي في المنطقة واضح مدير ماوية ان الحادثة وقعت اثناء رأي الاطفال للاغنام في منطقة الشعب الاحمر شوكان واشار الى انه تم اسعاف الضحايا المصابين لتلاقي العلاج يشار الى ان الالغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي في الطروقات والمزارع وغيرها من الاماكن تحصد ارواح الابرياء بشكل يومي على الرغم من الجهود الكبيرة التي يبذلها مشروع مسام لتطهير الاراضي اليمنية من الالغام افادت بيانات حديثة للامم المتحدة بان الالغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية في اليمن كانت السبب الرئيسي في سقوط الضحايا من الاطفال وزرعت الميليشيات الحوثية كميات كبيرة من الالغام في المناطق التي دخلتها ووزعتها على المزارع والطروقات وقرب المدارس وما تسبب في وقوع مئات من الضحايا من المدنيين بينهم عدد كبير من الاطفال اكد تقرير اصدرته الامم المتحدة ان اكثر من نصف عدد ضحايا الاطفال الذين سقطوا خلال العام الماضي جاء بسبب انفجار الالغام ورصد التقرير وقوع مئتين واثنين وثمانين ضحية بين الاطفال بسبب انفجار الالغام وهو ما يمثل اثنين وخمسين في المئة من اجمال ضحايا الاطفال والبالغ عددهم خمسمائة واربعة واربعين طفلا تمكنت الامم المتحدة من التحقق من سقوطهم بين قتيل وجريح واحدد التقرير الاممي ان قذائف الهاو والمدفعية سبب اخر للضحايا في صفوف الاطفال بعدد مئة وثلاثة ضحية ثم عمليات اطلاق النار وتبادل النيران والتي اوقعت سبعة وسبعين ضحية في حين تسببت هجمات الدرونز بسقوط خمسين ضحية بالاضافة الى اربعة عشر طفلا كانوا ضحايا للدهس بالالات العسكرية من جهة اخرى قال مشروع مسام ان الفرقة الهندسية تمكنت خلال الفترة بين واحد الى ثلاثين يونيو حزيران الماضي من نزع اربعة الاف وثمانمائة وتسعة وتسعين مادة متفجرة من مخلفات الحرب من بينها اربعة الاف وثلاثمائة وسبعة ذخيرة غير منفجرة واربعمائة وثمانية وسبعين لغما مضادا للدبابات ومائة واربعة عشر لغما فرديا وعبوات ناسفة واكد البيان ان فرق المشروع انتزعت ستمائة وخمسة من مواد متفجرة خلال الاسبوع الاخير من الشهر ذاته من بينها مائة وخمسة وعشرون لغما مضادا للدبابات واربعمائة وثمانين ذخيرة غير منفجرة ومنذ تأسيس البشروع في منتصف العام الفين وثمانية عشر تمكن مشروع مسام من ازالة وتدمير اربعمائة وخمسة الف وثمانمائة وثمانية عشر مادة متفجرة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية فقط من بينها ستة الاف ومائتين وثمانية وخمسين لغما مضادا للأفراد ومائة وتسعة وثلاثين الف وثمانمائة واربعة وثلاثين لغما مضادا للدبابات وسبعة الاف وثمانمائة وثلاثين عبوة ناسفة بالاضافة الى مائتين وواحد وخمسين الف وثمانمائة وتسعين ذخيرة غير منفجرة وفي سياق متصل اصيب خمسة اطفال اليوم امس في قصف شنته ميليشية الحوث الارهابية على مناطق المدنيين بمحافظة الحديدة وقالت مصادر محلية ان ميليشية الحوث استهدفت بقذائف الهون قرى في وادي نخلة بمدرية حيس جنوب محافظة الحديدة ما اسفر عن اصابة خمسة اطفال اثناء رعيهم الاغنام وتأتي هذه الجريمة الحوثية بعد ايام من مقتل صياد برصاص الميليشية اثناء قيامه بعمله في المحافظة المطلة على البحر الاحمر تفقد وزير الدفاع الفريق الروك المحسن الداعر يوم امس قيادة المنطقة العسكرية الرابعة وهيئة الاستخبارات وقيادة الشرطة العسكرية وطلع على احواله احوال منتسبيها وشدد الوزير الداعر على الاهتمام بمنتسبي القوات المسلحة ورفع كفاءاتهم قتاليا ومعلويا وتحسين مستوى التدريب والتأهيل وتوحيد كافة الجهود لمواجهة الاخطار والتحديات واجدد العهد بالمضي قدما لتحرير كافة تراب الوطن من ميليشية التمرد والارهاب واستعادة مؤسسات الدولة وفرض الامن والاستقرار ووقف وزير الدفاع على الخدمات الطبية والرعاية الصحية التي تقدمها دائرة الخدمات الطبية ومستشفى عبود العسكري في عدل واجدد وزير الدفاع على الانضباط والجاهزية والارتقاء بالخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات العسكرية للجرح والمصابين بالشكل الذي يليق بتضحيتهم تتساقط الخلايا الحوثية الإرهابية تباعا في قبضة رجال الأمن اليقظين في مارب ومعها تتهاوى مخططات الميليشية والشر الذي تتأبطه للشعب اليمني الرافض للكهنوت هكذا تقول الخلايا الحوثية الإرهابية إلى ذات النهاية التراجيدية المتكررة في مارب مجرمون من العملاء السريين ومأجورون من الطابور الخامس يدلون باعترافاتهم عن مخططات لم تتم وأنشطة تخريبية كان لها رجال أمن مأرب بالمرصاد مئات الخلايا الحوثية نائمة ومموهة ونشطة ومتربصة وعنكبوتية وعنقودية في شبكاتها المعقدة ورجال مجرمون ومنحرفون في بالطوهات الحريمة وقعوا جميعا في قبضة رجال الأمن وقواته الخاصة بمارب كل خلية تلعن أختها وكل معلومة تقود الأجهزة المخابراتية والأمنية إلى أوكار الخفافيش السرية وسراديب الشبكات المظلمة وهي معركة أمنية قائمة على ألف قدم وساقة ولم يحدث أبدا أن جانب النصر القبضة الأمنية بمارب وقد أضحى حليفها الاستراتيجي احترافا ميدانيا مع تراكم الخبرة وتعدد التجربة وشغف التحدي وشرف التضحية في المقابل تخسر الميليشية الحوثية الإرهابية الكثير من المليارات والأسرار وسنوات من التدريب على خلايا تدرك تماما أن مصيرها الحتمي هو في قبضة قوات الأمن الخاصة بمارب ما لا يهم الميليشية في هذه المعركة الخاسرة دائما هو عدد الأفراد والشبكات البشرية التي تتساقط من يدها إلى قبضة مارب وكأنهم أصفار على شمال القطيع القتالي لها من الأتباع الرعاعة لذلك تراخن الميليشية في اختراق المحافظة المستحيل مأرب على الحصان الخاسر وحمار الدبور دائما دعا وزير الأوقاف والإرشاد محمد عظى بن شبيب العلماء والدعاة والمرشدين لدحض الخرافة والأفكار الحوثية جاء ذلك في بيان نشره على صفحته بوسائل التواصل الاجتماعي بالتزامن مع الدوعوات الحوثية للاحتفال بما يسمى بيوم الغدير ويوم الولاية وأشار وزير الأوقاف إلى أن ميليشية الحوثية تجعل من يوم الثامن عشر من ذي الحجة عيدا سلاليا وأكد الوزير الشبيب أن خرافة الولاية الحوثية تتعارض مع النظام وتخالف الدستور وتضر بحق الشعب في اختيار حاكمه وأنوها وزير الأوقاف بهوية اليمن الحضارية والتاريخية والدور اليمني في حمل رسالة الإسلام منذ بواكيره الأولى وأوضح أن الأمر شورى والحاكم يأتي باختيار اليمنين لا بنظرية البطرين وأكد وزير الأوقاف أن ما يسمى بالاستفاء الإلهي وحصر الحكم في جينات بعينها وتمييزها وتسديها وتسيودها على غيرها أمر غير مقبول وخرافة باطلة أقام منتدى الشيخ ربيش العلي فعالية عيدية بمدينة مارب لأبناء مدرية الحيمتين وبني مطر احتفاء بعيد الأضحى المبارك ومن أجل تعميق الروابط الاجتماعية وتعزيز التواصل بين أبناء المدريات الثلاثة أقام منتدى الشيخ الشهيد ربيش العلي للفكر الجمهوري فعالية عيدية شعرية وتوعوية بالتنسيق مع قيادات المقاومة بمديريات الحيمتين وبني مطر تحدثت عن المستجدات والتحولات السياسية والسعرضة بطولات وتضحية أبناء المديريات الثلاث في إطار مقاومة محافظة صنعاء والجيش الوطني قد أردنا من خلال هذه الفعالية إيجاد نوع من التجديد في التعبير عن فرحة العيد وتنوع من إقاضة العدو عندما يرانا ونحن في إشعادته وآمي وكذا من أجل تعميق مزيدا من التآلف بين أبناء هذه المديريات المتجاورة التي يجمعها مثل غيرها من المديريات المحافظة خندق الدفاع عن الجمهورية والحرية والحفاظ على الهوية اليمنية فعالية نالة هذا اليوم تعبر عن فرحة العيد وعن تآلف الناس وتخالطهم وتعاونهم ونسبة الأخوة فيما بين الناس المتواجدين على أرض الرباط مارب تدل على فرحة الناس بهذا العيد من هذه الأرض المباركة أرض مارب أرض الرباط أرض الجهاد أرض الاستشهاد أرض التضحية أرض التقديم والبطولة أكدت الفعالية على التمسك بالقيم الأصيلة والعمل على إحياء العادات والتقاليد الاجتماعية الحميدة التي تعزز الهوية الوطنية وتعمق الترابط الاجتماعي الذي تعمل ميليشيا الكهنوت الحوثي على تمزيقه وتقطيع روابطه أرضنا بهذه المناسبة العيدية الشعرية أن نحيي عادات وتقاليد أن دثرت بفعل الحزن الذي يعمل الشعب اليمني بمجيء الميليشيات الحوثية أرضنا أن تكون الحاضن الاجتماعي هنا في مارب من أبناء الحيمتين وبني مطر تحيي هذه العادات والتقاليد في المناسبات بأي صيغة وبأي صفة يعني تعبر عن الحال وعن ما يجيش في النفوس فهذه الفعالية من الحاضن الاجتماعي لأبناء الثلاثة المديريات لكي توصل رسالة أننا في راحة وفي طمئنان تخلى للفعالية التي أقيمت تحت شعار من أجل عيد متميز في أرض الرباط مأرب رقصات شعبية وقصائد شعرية أشادت ببطولات الجيش الوطني والسعداده لخوض معركة الانتصار وحثت على التلاحم والتأخي والتمسك بالثوابت الوطنية والعمل على استعادة الدولة وإنهاء سيطرة الميليشيات محمد القليصي لقناة سهيل مأرب نشرتنا انتهت مشاهدنا وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عنوين الحكومة توجه بالتحقيق في قضايا القتل خلال عيد الأضحى في عدن والمحافظات الأخرى الأوقاف والإرشاد تدعو إلى مواجهة الخرافة الحوثية والأفكار السلالية الباطلة في ختم النشراء تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل دمتم في أمان الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة